اشتركوا في القناة واليوم أبت هذه الجمعية إلا أن تساهم وتشارك في دعم المؤسسة الاستشفائية بمدينة عينوسارة وذلك بتنصيب ممر للتعقيم من أشخاص وهو خاص بالأطباء القائمون في المستشفى هنا حاجة جديدة داروها الجمعية الخيرية لخدام الجنائز شابيبا ما شاء الله بارك الله فيكم دي نتمثلة في ممر تعقيم كان خاصنا بزاف في المدخل تاعة المصلحة العزل المخصصة لمرضى كورونا اليوم الثاني تقدم محسن للمستشفى بمجموعة من المعدات الوقاية اللي رح تساعدنا شاء الله بزاف في الخدمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر